تلك عيون لم تنم توجه سلاحها نحو القاتل دون كلل أو ملل يخوض جهاز الأمن الوطني المعركة بكل تفاصيلها ملاحقاً أخطر مجرمي العراق من المبتزين الإلكترونيين لحظة القبض على مجرم لقب بصائد النساء في العراق لقب لفرصة عمل تنتهي بتسليب واقتصاب مهنة احترفها مجرم خلف الشاشات ليعترف بالتفصيل عن أقسى أنواع الجرائم سبع عمليات اغتصاب وسرقة لنساء في بابل وقبلها كثير شون تومتك؟ تسليب واقتصاب شكت عدد حالات اللي سلبتها واختصابت؟ سبع شون تستجربت الضحايا؟ عن طريق قروب اسمه وضائب بابل نعم تنشر بي تنشر عنده مجمع محتاج موظفات عندهم مجمع الوقت من السبع لثلاثة راتب خمسمين قاموا يدخلوا لي نعم استدرج العالم العملية التي نفذت بدقة ومتابعة ومراقبة شديدة تكللت بنجاح سيدة تمكنت بالنجاة بنفسها والهروب من المتهم لكن الضحايا اليوم لم يسمع اعترافات القاتل إنما هي قضية تخشاها النساء اليوم في العراق من وجود جيش من المبتزين تلاحقهم ليلة نهار عناصر جهاز الأمن الوطني في كل مكان بعد أن باتت الأكثر خطورة على تفاصيل حياة النساء عبر منصات التواصل الاجتماعي تحديداً وفي عالم التكنولوجيا مغرراً بهم من قبل أشخاص باتوا يدخلون البيوت عبر كل هاتف ترجمة نانسي قنقر